كنت في ريشات الحمال اللي هي بعد بير العبد مركز قوات عمليات القوات البرية في الشرق القنال اللي كان القوات بتاعها السادة الفريق عبد المحسن كامل المرتجة أنا مش عايز أقول إن 67 دي كانت زي ما بيطلق عليها كتير في أوصف كتير بيطلقت عليها أنا بعتبرها معركة أحد معاركنا مع العدل الإسرائيلي معركة قد تكون لصالحنا وقد لا تكون لصالحنا ولكنها أحد المعارك اتحركنا من سيناء ودي مش الحدوتة أو القصة اللي أنا أحب أن أتكلم عليها لأنها أنا أتكلم عليها بعد كده وصميت بالنكسة اللي أنا بعتبرها لا مش نكس هي معركة من بعد المعركة بتاعة 67 اللي لم نيوفق فيها الجيش المصري لأن إحنا ما كانش مواجهة بينا وبين الجيش الإسرائيلي المواجهة كانت مع التيرون اللي كانت إسرائيل جايباة من عندها ومن دول أخرى من أهمها اللويات المتحدة الأمريكية ودي مش القصة بتاعتنا بعد الحرب على طول كان فيه وعي وشعبه مدرك للمرحلة واحتياجاته لما التناحي جميل عبد المناصر الشعب ده رفض التناحي وخرج من كل فج وصوب في مصر وطالب الرئيس بالرجوع وعدم التناحي وتحمل مسؤولية ربط الأرض اللي تفقدت ده صورة من أحد الصور لوعي شعب عظيم مقدر لاحتياجاته ومقدر لمواقفه اللي عايش فيها اللي هي نفسها بتتكرر أو تكررت في 30 يونيو لما الشعب المصري طلع كله وقال للسيسي احنا مش عايدين لإخواني ده واعي وإدراك شعب شعب عظيم مش شعب هو مجرد عايش في مجرد تتكرر الأربية لا شعب عظيم بعد الحرب على طول أو بعد المعركة بتاعت 67 بدأ الاستعداد لمعركة 73 أعترف وأحرم وأحترم المقود الضخم الأنبي الزعيم جامل عبد المصر يعاونه اللواء محمد فعودي يعاونه اللواء عبد منع مرياض يمكن فيه حدث كلنا نعرفه والحدث ده كان هو العنوان والبرهان على التغير في القوات المصطحة اللي هو السشهاد الفريق عبد منع مرياض ده دلالة على إن الزابط ما كانش وراء ده ديش الزابط بس ده رئيس أركام القوات المسلحة تاني رجل في القوات المسلحة المصرية في الخطوط الأمامية على أخشط القناة في دشمة مراقبة ده ده كان الصورة اللي اختلفت للجيش المصري هذه ديشالة كانت للشعب قبل الجيش الشعب اللي عنده إحساس بأن الجيش ده حيعمل إيه لا حيعمل وعمل وزي بعدت لحضرتك ضرب سيناء ببوسط طائرات في اللواء مذكور أبو العز ضرب بلاقيلات ضرب البخيرة إلات بخيرة التجسس بالإضافة لمجموعات الإغارة اللي كانت مستمرة يوميا من الساقة والمظلات للقوات الإسرائيلية من إغارة التغارات بتاعتنا والضرب بالمئناء إيلات وتدمير المدمرة إيلات وكل الأحداث ديات والمؤغارات بدأت إسرائيل في حرب أو احنا بنسميها الإسنزاف حرب الإسنزاف كان متبدلة بيننا وبين إسرائيل بتضربنا وإحنا بنضربها زي محرك كنت بتقول المجموعات الساقة والمظلات دي تحت عبائة طبعا طبعا طب إيه اللي كان بيحصل النازلة كان لهم طرق محددة ومخارج محددة يخشوا منها من داخل قوتنا أو من من خدمات في حدوث قوتنا ويعبروا قناة السويس من مناطق ويعدوا الناحية التانية ويقوموا بالأغراض والأغراض ويقوم بالقنص ويقوموا بالقنص ويقوموا بيجيبوا عسرة ويرجع بيهم وفي حاجة أهم من كده وكده كل كل كلام ده كله اللي استطلعه كانت تتفاخر وتتباهى باليد الطولة وخدراتها لانها تصل لأي حده في مصر وحصل الكلام ده في مصر عبو زعبل وفي بحر البقر وفي حلوين وتباهد بأن هي لها يد لن تقطع ولكن استطاع الجيش المصري قطع اليد الطولة لإسرائيل ولي الشرف إن كون أنا أحد سبع فصائل سم سبع خرجوا في تسعة 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 وستين وأطعنا إيد إسرائيل وأطعنا لكلها في المجال الجوي لمصر وتمنع بقول ببسطة المفاجأة بتاعة إسرائيل اللي الناس كلها ما كاناشي تعرفها اللي هو الساروخ سام سبع اللي أنا كنت قائد كتيبة ليه سنة تلاتة وسبعين وكنت قائد فصيلة ليه سنة تسعة وستين في حرب الاستنزاف وأطعنا إيد إسرائيل وأعنا تائرات إسرائيل معجزة حرب تلاتة إسرائيل هي المقاتل مصري المقاتل المصري المقاتل اللي كانت حياته دي لا قيمة لها عشان بلده اللي عبر القناة وعبر الساتر الترابي وعد خط برليف القوي واقتحم النوعة القوية ده المقاتل دي المعجزة دي القوة الرئيسية اللي كانت في حرب ثلاثة وسبعين عقيدة عقيدة الجيش المصري عقيدة الزابط المصري أنا أتكلم على المقاتل المقاتل من أول قاعد الجيش اللي أحدث عسكري ده المقاتل دي المعجزة بتاعت الحرب اللي شبهتها قبل كده عب مين عمرياض أو اللواء عب مين عمرياض أو الفريق عب مين عمرياض اللي كان في صفوف الأولية الزباط والقادة هي اللي كانت قدام الجمه اللي أكبر لما كانت بتتقالي واحدة منها عبر في الموجة الأولمية من القوات اللي عبر في القناة الله أكبر كانت تهز جدران الحجزين حجز الترابي بتاعنا والحجز الترابي الإسرائيلي الله أكبر كانت بتهز الجو كله الله أكبر لده كانت سطرة من قلب ولسان مقاتل وثق في إنه هو العظيمة هي اللي هتحقق اللي صارت مصر مصر مش حقق أحد مفيش أي قوة هتوقفها مصر بقوة اليمان وبقوة سواعد أبدأها هتحقق كل العيدات إن شاء الله